لماذا يهتم القرآن بهذا الموضوع لاحظوا جنابكم العناية الإلهية بالشباب تأتي بناء على وجود الطاقة والقدرة على التعلم وعلى اكتساب الفضائل والأخلاق لأنه الشاب إذا كان دائما في حال اكتساب يقول القول من شب على خصلة شاب عليها يعني شنو معناه هذا الكلام معناه أن القرآن الكريم بتناوله لهذه المفردة يعمل ويحف على بناء المستقبل لأن المستقبل ما يبنى بالكهول الكهول ضعفت قوتهم بعد لاعدهم ذاك الحيل ولاعدهم ذيك العيون ولاعدهم ذيك الطاقة اللي يشيلون ويخلون ويحطون هل ستشوف أنت إحنا في شهر محرم من الحرام لاحظ هذه التكايا هذه الهيئات معتمدة بنسبة سبعين إلى تسعين بالمية على الشباب لأن إلهم طاقة واليوم حقيقة افرحت فرح شديد على الرغم من أن القلب حزين لأن شفت بعض المقاهي خالية من الشباب معنى ذلك أنهم كلهم أصبحوا في ركب الحسين عليه السلام اشتركوا في القناة